ولذلك هذه المرأة التي في المدينة ترافت الرجال امرأة بذيئة اللسان لا تبحث الا عن الكلمات البذيئة كأنما هي اعلامية في 2016 سبحان الله فتقول كلام بذيء سبحان الله فجاءت ولم تسلم بعد وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم امام بيته جالسا على الارض يأكل مع اصحابه فقالت انظروا يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا حكم دولة هذا لو نظر الى عمر نظرة لكان رقبت المرأة في مكة ليست في المدينة لكن سبحان الله تسمى وقال وهل هناك من هو اعبد مني لله رب العرب يا الله شف التواطر اخذ الكلام امتص المرأة هل هناك اعبد مني فالمرأة بدت تغير استراتيجية الهجاء قالت ويأكل ولا يطعمني فناولها الرسول لقمة بيده قال كن يا امت الله اكلتها فلم تنطق كلمة بذيئة حتى ان ماتت جراحة زائدة لسانية قامت بلقبة من رسول الله والله ما احوج اعلاميين للقمات لقيمات من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسكتوا عننا وعن الناس وعن المذاهب وعن الدول ويتقوا الله في اوطانهم